السلام عليكم يا حبيبي يا ربي كده يكون الجميع بخير النهر ده طبعا عايزة أتكلم معاكو عن موضوع مهم جدا 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 يا حبيبي ويفيد جميع طبعا الناس يعني يفيد الناس كتير جدا أمه تعصر على ابنها ميتا بعد تعرضه لصدمة كهربائية من هاتفه تعال نشوف إيه اللي حصل بالزبط مات شاب عشرين يؤثر صدمة كهربائية شديدة أثناء لعبه عبر هاتف حين كان موضوعا على الشاحن بالأمس وبدأ الحادث عندما أغلق الشاب ده باب غرفته على نفسه للعب بهاتفه الأندريد الزكي ظهر يوم الاثنين الماضي في منزله غرب تايلند وحين كانت أم الشاب البالغة من العمر 54 عاما على وشك مغادرة المنزل لذهاب إلى العمل تجهت إلى غرفته للإتمئنان على ابنها لأنه لم يكن يرد على مكالمتها تطلب منه المساعدة في تنظيف المنزل أرأت الأم ابنها لا يزال مستلقيا في غرفة نومه وممسكا بيده اليمنى سماعة هاتفه التي تم توصيله بالتائر الكهربي ولحظت الأم وجود علامات حروق على يد ابنها قالت الأم أنها حاولت إيقاظ ابنها من خلال صياح باسمه والتلويح بعثها لكنه لم يستجب لذلك لذا اتصلت بالشرطة فورا وعندما وصل ضباط الشرطة إلى منزل السيدة وابنها أعلن وفاة الشاب في مكان الحادث من صدمة كهربائية يشتبه في أنها الناجمة عنها هاتفه المحمول طبعا يا حبيبي دي صدمة 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 كبيرة يعني والله كذا مرة أحذر وأقول يا جماعة بلاش الشواحن جنب السرير بلاش الشواحن جنب السرير لأنه فعلا الشواحن دي تعتبر حاجة نصيبه في بيتنا بصراحة يعني ترجمة نانسي قنقر